زي ما قلت لكم خلاص الأقرب طاكم تحكيم أجنبي لهذه المواجهة مواجهة الأهل والزمالك اللي جاية يوم الجمعة في نهاية كاس مصر بس حايف برضو عرفك أسماء طاكم التحكيم المصري اللي تم إبلاغه رسميا بإدارة نهاية كاس مصر قبل ما يحصل التطور بتاع التحكيم الأجنبي ده مين اللي كان هيدين مباراة الأهل والزمالك من الحكام المصريين كان هيبقى حكم ساحة كابتن محمد معروف مساعدين كابتن ساميل جمال وسامي هلهل حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو واقل فرحان مساعد حكم الفيديو طارق مجدي ده طاكم نهاي كاس مصر المصري لو أجنبي بقى الله إحنا في حاجة لذيذة عايز مصري خد عايز أجنبي خد المرشحين الانجليزي أنتوني تايلور الانجليزي مايكل أوليفير البولندي مارشنياك الإيطالي دانيالي ورساتو ده أو دول الحكام الأجانب المرشحين لإدارة القمة لو مش محمد معروف هو اللي هيدير القمة طيب أقول لك برضو شوية معلومات عن الحكام دول يلا أنت بتتكلم على أنتوني تايلور واحد عنده 45 سنة حكم انجليزي كبير جدا أضار عدد كبير من النائيات أبرزها طبعا نهاية دولة الأوروبية 2022-2023 اللي كان بين أشبلية ويسروما ونهاية كاس العام الأندية 2022-2023 اللي كان بين ريال مدريد والهلال السعودي خلال الموسم ده أضار 30 لقاء وأشهر 128 بطاقة صفراء وستة حمراء واحتسب 14 ركلة جزاوح من أحسن الحكام في العالم طيب مايكل أوليفيرا حكم الإنجليزي الآخر مرشح أيضا لإدارة الأهل والزمالك يوم الجمعة القادمة عنده 39 سنة وأضار نهاي السوبر أوروبي آخر نهاي السوبر أوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت والموسم ده أضار 23 لقاء أشهر 106 بطاقة صفراء وخمس بطاقات حمراء واحتسب خمس رقلات جزاء أما الحكم البولندي شيمون مارتشينياك فهو يبلغ من العامل 43 سنة أضار نهاية كأس العالم 2023-2024 بين مانشستر سيتي وفلومانينسي وأضار نهاية دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين مانشستر سيتي وإنتر إيطالي وأيضا أضار نهاية كأس مصر 2020-2021 بين الأهلي والزمالك اللقاء اللي انتهى في فوز الزمالك 2-1 وأضار الموسم ده 28 لقاء وعشهر 125 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء واحتسب 11 رقلت جزاء بالمناسبة هو برضو اللي أضار نهاية كأس العالم 2022 الأرجنتين وفرنسا أبرز معلومات أيضا عن الحكم الإيطالي دانيالي أورساتو عنده 48 سنة أضار نهاية كأس إيطاليا 2014-2015 بين لاتسيو ويوفنتوس وأضار السوبر السعودي 2020-2021 بين النصر والهلال أضار الموسم ده 20 لقاء و106 بطاقة صفراء و7 بطاقات حمراء واحتسب 5 رقلات جزاء ترجمة نانسي قنقر